السلام الرحمن الرحيم أصحاب الجلالة والفخامة والسومو السيدات والسادة بداية أود أن أرحب بكم جميعا في مصر التي أود أن تعتبروها جميعا بلدا ثانيا لكم يسعده استضافتكم ويرحبوا بتواجدكم على أراضيه ويهتم بالعمل معكم من أجل تعزيز قيم التعاون والعمل المشترك في شتى المجالات إننا نجتمع معا اليوم للتباحث بشأن إحدى أكثر القضايا العالمية أهمية وإلحاحا وهي مواجهة تغير المناخ من خلال أعمال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف موسيقى 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 أهلا بكم معنا في كلمة السر الحقيقة النهاردة بنتكلم لكم من قمة العالم الحقيقة مدينة شرم الشيخ المدينة الجميلة المدينة الخضرة مدينة السلام بنكلمكم حوالينا أربعين ألف من مية سبعة وتسعين جنسية من كل دول العالم من شمال وشر وجنوب وغرب كل العالم هنا كل العالم في شرم الشيخ كل العالم دلوقتي ما بيتكلمش إلا ويقول مصر ويقول شرم الشيخ الحقيقة بنكلمكم حوالينا تلات تلاف صحفي وإعلامي بيمثلوا أهم ربعمية وخمسين جورنان وتلفزيون وراديو على مستوى العالم كله كله ده بين التفاصيل ما يدور في قمة المناخ في كوب 27 على الهواء للعالم كله العالم كله متابعنا على الهواء العالم كله بيشوف مصر بيشوف التنظيم الرائع الحقيقة التنظيم المبهر يعني أنا جيت شرم الشيخ كتير قبل كده لكن المرة دي أول منزلت شرم الشيخ لا في حاجة حلوة فيها حاجات حلوة كتير الحقيقة مش بس بقت مدينة خاضرة شرم الشيخ مش بس بقت من أجمل عشر مدن في العالم لا إحنا نقدر نقول وإحنا نحط الرجل على رجل كمان شرم الشيخ بقت أحلى مدينة في العالم الإنجاز اللي حصل ده حصل شغل ضخم شغل ليل نهار شهور طويلة علشان مصر تنظم الحدث العالمي الأطخم الأطخم في السنين الأخيرة بكل الحضور وكل الزخم ده بالنجاح ده إحنا بنتكلمه في 102 رئيس دولة ورئيس حكومة جم وشاركوا وبيشاركوا شفنا قادة أوروبا كلهم تقريبا أهم القادة العرب أهم القادة في أفريقيا في أسيا في أمريكا الجنوبية في أمريكا الشمالية ولسه بايدن جاي بكرة كمان ما فيش حد من قادة العالم الكبار مش مشارك ما فيش دولة من كل دول العالم مش مشارك العالم كله هنا وبيتكلم لغة واحدة بيتكلم أن الأرض في خطر وأن دي ممكن تبقى أكبر لكن آخر فرصة ننقص فيها الأرض ننقص فيها الأرض مما أساسها التغيرات المناخية قبل كده يمكن محدش كان عارف يعني إيه تغيرات مناخية لكن اللي شفناه في الفترة الأخيرة لما باكستان تلتها غرق مثلا في الفيضانات لما شفنا الأنهار بتجف في أوروبا وفي أمريكا مش بس في أفريقيا لما شفنا درجات الحرارة بالزيد والحرارة بتتغير لما شفنا الجفاف لما شفنا الحرائق في الغبات في العالم كله العالم كله بدأ يحس بالخطر لأن ده في النهاية بيقدي أن ما فيش مية ما فيش هكلي ناكله تمانية مليار بيعيشوا على سطح الأرض دلوقتي معرضين للخطر زي ما قال جوتريش الأمين العابلون المتحدة تلاتة مليار وتسعمية مليون بني آدم حياتهم معرضة للخطر بسبب التغيرات المناخية في قمة باريس في 2015 كان الدول المتقدمة لها المسؤولة عن الأزمة اللي احنا فيها كانت تعهدت أنها تدفع تعهدت أنها تدفع 100 مليار دولار يعني على أقصى تقديرات من 2015 لغاية دلوقتي ما دفعوش أكتر من 22 مليار دولار ما تنفعش خالص احنا بنتكلم في كارسة حقيقة محتاجة 2 تريليون دولار علشان يقدر العالم يواجه الكارسة دي أو زي ما جوتريش قال محتاجين 300 مليار دولار بشكل عاجل تعهدات أن الدول الغنية لازم تدفع التمن هي السبب 90% من التأثيرات المناخية الضرة سببها الأول الصين بعدها أمريكا وبعدها الاتحاد الأوروبي أفريقيا الغلبانة 3% فقط من التأثيرات وإحنا اللي بندفع التمن بندفع التمن تصحر بندفع التمن نضرة مية بندفع التمن مش لايين أكل بندفع التمن مجاعات بندفع التمن أمراض كوارس كتيرة بنعانيها والدول الغنية لغاية دلوقتي ما تحملتش تمنها لكن في قمة شرم الشيخ قمة الانتقال من التعهدات للتنفيذ زي ما سامح شكر وزير الخارجية قال الحقيقة عندنا أمل كبير أنه المرات العالم يلتزم والدول المتقدمة تدفع وزي ما رئيس وزارة بريطانيا ريشي سوناك بريطانيا ضعفت 3 مرات تعهداتها أنها تلتزم بدفع مليار و600 مليون دولار مستنين من كل دول العالم المتقدمة ده ومستنين بايدن لما يجي بكرة هيقول لنا إيه أمريكا تلتزم بيه مستنين الصين كمان هتلتزم بيه لكن خلونا نتكلم الحقيقة أن كلمة الرئيس في الافتتاح كانت كلمة جامدة كانت كلمة قوية كانت كلمة تخلينا كلنا نفرح الرئيس لما ختم كلمته بأنه بيدعو لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية بيدعو لإنهاء الخراب والقاتل ما قالش كده عشان مصر بتدور على دول مصر أكبر من أنها تدور على دول الرئيس قال كده علشان فيه إحساس بالمسؤولية وإحساس بالخطر العالم كله عانى من أزمة كورونا سنتين سنتين مفيش حركة مفيش مواد غزائية مفيش تنقلات مفيش نقل مفيش تصدير مفيش استراض مفيش صناعة حركة وقفة في العالم كله العالم كله عانى قدرنا نتحمل السنتين ونعدي جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية مع الارتفاعات في أسعار الطاقة وفي أسعار المواد الغزائية غير المسبوعة علشان العالم كله يدفع تمن جديد ولسه في الشتة الحقيقة التمن هيبقى كبير قوي عشان كده كانت أهمية دعوة الرئيس للسلام وعشان كده كل قادة العالم تلقفوا الدعوة دي بتأييد وبترحاب ويا رب في اليوم الجاية نشوف على الأرض فعلا تحركات فعلية ومصر مستعدة تبزل فيها أي مجهود عشان نوصل لمحادثات السلام حقيقية بالروسية وأوكرانية تنهي الحرب تنهي الصراعات كفاية صراعاته كفاية حروبه صراعاته الحروب جزء مهم كمان من التأثيرات الضرة للمناخ زي ما الرئيس قال العالم كله بستاته برجالته بأطفاله بشبابه بجباره بالعمال بالفلاحين بالزراع بالصناع الكل مستني نتائج قمة شرم الشيخ الكل مستني أن نخرج بتعاهدات تتنفذ الكارسة كبيرة والكارسة حقيقية لكن لو فيه إرادة الحقيقة لو فيه إرادة العالم يقدر ونقدر نقدر من شرم الشيخ نطلع ببريقة أمل ننقذ بها حياة الأجيال الجاية ونقول للدنيا كلها أن البشرية قادرة وتقدر تنقذ الأرواح وتحافظ على الأرواح بطلوب أن درجة الحرارة الزيادة في السنين اللي جاية مزيتش عن درجة ونص فقط احنا قدام كارسة أنها ممكن توصل لتلت درجات دا لو حصل هيحصل تغيرات مناخية صعبة جدا أمراض ومجاعات وحرائق وكل ما نتخيل من أضرار علشان كده المناخ بيمس حياتنا بشكل مباشر بيمس فرص العمل بيمس فتح البيوت يا رب نخرج من قمة شرم الشيخ بتوقعاتنا بالتوقعات والنتائج اللي العالم كله مستنيها اللي 8 مليار بني آدم فوق سطح الأرض مستنيينها نخرج بتوقعات تنقذ الأرض لأن دي قمة إنقاذ الكرة الأرضية ويا رب كمان دعوة الرئيس للسلام نشوف في الأيام الجاية خطوات عملية علشان تتحول لحقيقة والحقيقة على قد ما كنت سعيد وأنا شايف شرم الشيخ الجديدة الجميلة الخضرة على قد ما أنا سعيد كمان بالسياحة الناس اللي بتتكلم مصر كذبانا ايه من قمة المناخ مصر كذبانا كل حاجة 8 مليار بني آدم دلوقتي ما بيتكلموش غير عن مصر عن شرم الشيخ عن النجاح الكبير عن الإبهار الحقيقة عن المجهود الضخم اللي كل الناس اللي شاركت في التنظيم آآ عملته علشان نطلع بالصورة المشرفة للعالم كله بيشيد بيها آآ بنتكلم عن آآ شرم الشيخ المدن القرى آآ الفنادق كلها مليانة سياح والأسعار الحقيقة كمان آآ أسعار كويسة جدا آآ السياحة عادت بيوت الناس اتفتحت مش بس في شرم الشيخ آآ في نفس الوقت ده بيحصل ده في الغردقة في لقصر في أسوان آآ في القاهرة كمان كل الفنادق كومبليت فده بيقول ان بيوت الناس بتتفتح ده بيقول قد ايه ده مهم للاقتصاد قد ايه ده مهم الجذب الاستثمارات قد ايه بنقول للناس كلها ان مصر جاهزة الجمهورية الجديدة المؤتمر ده يليق بالجمهورية الجديدة واحنا بندشن جمهوريتنا الجديدة مع الرئيس عفتاح السيسي لكن كمان آآ بنقول ان الاقتصاد المصري واقف على رجله والسياحة رجعت وهترجع اقوى والبنية الاساسية بالشكل الجميل والحضاري جدا ده هتشجع الناس كمان العالم كله بعد ما بيتكلموا بيشوف اكيد ده مش هيبقى بس في يام قمة المناخ اكيد السنين الجاية مصر هتجني صمار ده استثمارات صناعة زراعة صناعة سياحة وفدة بإذن الله من شرم الشيخ المدينة الخضرة مدينة السلام مدينة الجمال بنعمل لكم الحلقة دي من كلمة السر هنروح فاصل ونطلع لفقراتنا فقرتنا الاولى الحقيقة مع ضيوفنا المهمين دكتورة عالي السعيد وزيرت التخطيط دكتورة نيفيل لأباج وزيرت التضامل اجتماعي الكاتب الصحفي الكبير كرام جابر رئيس المجلس الاعلى الاعلام والسفيري شامباد منسق المشروعات الخضراء الزكية عشان نتكلم معاهم عن النجاح والابهار الحقيقة اللي حاصل والنتاج اللي احنا مستنينها وبعد فقرتنا الاولى هنروح لبقية فقراتنا كمان نطلع فاصل ونروح لفقراتنا وبسعيدنا يكون معانا معالي الوزيرة دكتورة عالي السعيد وزيرت التخطيط الحقيقة احنا شايفنا من اول يوم في المؤتمر دينامو في كل الشغل معالي الوزيرة اهلا بيك اهلا وسهلا وسهلا سهلا كلمينا بقى عن النجاح الكبير اللي حاصل الحقيقة من اول يوم وعن الدور الكبير اللي حضرتك بتلعبين طبعا الحقيقة الوحيد فخور جدا بالمؤتمر وبالترتيبات والاستعدادات للمؤتمر والجلسة الافتتاحية كمان ايضا كانت الكلمات فيها مؤثرة جدا وسيد الرئيس يعني دعوته الى السلام كانت دعوة من القلب لانه الحقيقة العالم كله بيواجه تحديات كثيرة جدا جدا وازمات متلاحقة كثيرة والوضع في الاخر محتاج ان احنا فعلا يبقى لدينا السلام لانه موضوع النهاردة ارتفاع الشديد في الاسعار موضوع التدخم موضوع نقص يعني السلع الاستراتيجية بيؤثر على العالم كله ليس فقط الدول النامية ومتوسطة النمو ولكن ايضا العالم كله ويعني دولنا بالذات خرجت من ازمة كوفيد 19 وكانت يعني لديها المساحة المالية لان احنا كنا خارجين من برنامج الاقتصادي فكان لدينا المساحة المالية لسندنا بيها الاقتصاد فكل الدول بقى المساحة المالية اللي عندها بقت محدودة للاستمرار في مساندة الاقتصاديات بتاعتها فارتفاع الاسعار للسلع الاساسية زي الامح زي الزيد زي الدراء زي الطاقة مأثر علينا مأثر على كل دول العالم حاجة شايف دول متقدمة بتوعيني النهار ده من ازمة الطاقة يعني فالحقيقة الموضوع لا يمكن يستمر بهذا الشكل وطبعا احنا مش شايفين نهاية الأزمة الجيوسياسية دي فطبعا كانت الدعوة للسلام دعوة مهمة جدا وخصوصا منها كانت يعني دعوة طالعة من القلب كده الحاجة التانية انه أزمة التغيرات المناخية أزمة مهمة لأنها أزمة مستدامة وأزمة مستدامة وتدعياتها بقينا بنشوفها بشكل متسارع من فيضانات من إعصار من حرائق من تصحر كل ده بيأثر على حالات وفاة كثيرة جدا في دول مختلفة بيأثر على مستوى الصحة حتى أثر على مستوى التغذية لأنه بيأثر على الأمن الغذائي بيأثر على الأمن المائي فدي قضية من القضايا الأساسية للعالم كله لابد أنه عشان كده شعار المؤتمر من البلجز أو من الوعود إلى التنفيذ ويعني إحنا واخدين خطوات مصر يمكن تنبهت لهذه القضية منذ سنوات عديدة ورؤية مصر 2030 فيها البعد البيئي بعد أساسي في خطة الدولة وفي رؤية الدولة أطلقنا طبعا استراتيجية الوطنية لتغير المناخ أطلقنا التعهدات الوطنية المصرية عندنا أيضا معايير للستدامة البيئية اللي هي فيها يعني عرفنا كل مؤسسات الدولة بإيه هي المعايير لازم بد أن نحن نحطها في مشروعاتنا عشان تبقى كلها مشروعات مستدامة النهاردة إحنا وصلين 30% من مشروعاتنا مستدامة نستهدف السناجي بإذن الله نصل إلى 40 و20 24 25 نبقى 50% من مشروعات الدولة خضراء عندنا طبعا في مجال النقل القطرات العربيات الكهرباء عندنا في مجال تحليط المياه عندنا في مجال الطاقة الجديدة المتجددة طاقة الرياح كل دي مجالات نتكلم عليها طبعا الدولة المصرية أيضا استثمارت في مجال حياة كريمة وده مجال كان مهم جدا أنه كان يبقى نركز فيه على البعد المستدام المدن والقرى المستدامة وإحنا يمكن عندنا لسه قرية فارس أي أول قرية تاخد شهادة التخدير من أحد المؤسسات الدولية في هذا المجال وكمان النهاردة بنتكلم على أيضا معالجة طبطين الترع ده أيضا من المجالات اللي بتوفر بترشد الاستخدام المياه بنتكلم أيضا على كل التحديث في مجال الزراعة بالاستنباط المحاصيل الزراعية الموفرة للمياه كل دي مجالات مهمة جدا الدولة المصرية بتعمل عليها عشان تبقى باستمرار قادرة أنها تحافظ في عملية إدارة منظومة المياه عشان نبقى النهاردة يعني مع الزيادة السكانية الموجودة نقدر نحن يبقى عندنا رشادة في استخدام المياه إحنا كوزارة تخطيط وتنمية اقتصادية لدينا طبعا الحمد لله عدد كبير من الفعاليات من أول يوم زي ما حاكت فضل عندنا طبعا فعاليات كثيرة مبارح كان على دور الدول إزاي الدول والاقتصاديات تقدروا أن هما يقودوا المجتمعات بتاعتهم لمواجهة التغيرات المناخية وإحنا بنقول أن العالم الفجوة التمويلية هي قضاية أساسية في قضاية التغيرات المناخية ويمكن عماية تمويل التنمية أو تمويل التغيرات المناخية عنصر حاسم لأن بدون هذا التمويل لنستطيع نحقق لنتائج وبالتالي حين مقدش نضحي أيضا بأهداف التنمية والحد من الفقر في سبيل مجابة التغيرات المناخية فعشان كده كنا بنتكلم على إيه للدول عملته والدولة المصرية كتجربة عملت إيه فكان ده من أحد الجلسات المهمة اللي شاركنا فيها وقلنا الدولة المصرية عملت إيه سواء في حياة كريمة سواء في مشروعات لمعالجة المياه أو تحليل المياه أو في مشروعات الطاقة الجديدة ومتجددة في مجال الهيدروجين الأخضر أنشأنا صندوق سيادي كدراء استثماري للدولة عشان يشجع القطاع الخاص أنه هو يستثمر في هذه المجالات ويعرض عليه الفرص الاستثمارية المختلفة بالإضافة إلى كده طبعا النهاردة عندنا أيضا كان مجموعة من الفعاليات مع البنك الإسلامي للتنمية في الصندوق اللي هم أطلقوه للأمن الغذائي وده أحد السنديق المهمة وأنا اتشرفت بوجودي كمحافظ لمصر في هذه المؤسسة الهامة وبنتلق بعد قليل بحضور السيد الرئيس أول مشروع يشارك فيه الصندوق السيادي وشركة فيورتي جلوب وشركة سكاتيك النرويجية بيتنفس فعلا في العين السخنة وفي المنطقة الإقصادية مشروع الأمونيا الخضراء والجرين هادوش ده تنفيذ فعلي بنشوف بقى على الطبيعة وبعتقد ده هيبقى أول مشروع بيحقق هدف المؤتمر وهو من الوعود إلى التنفيذ عندنا برضو بنطلق مبادرة عظيمة بنعول على النجاح لحقته حياة كريمة في أن احنا بنطلق مبادرة حياة كريمة من أجل أفريقيا صامدة عشان نستهدف أن احنا نصل إلى 30% من شعوب هذه القارة عندنا مجموعة كبيرة من أصدقاء المبادرة ومجموعة كبيرة من الدول الأفريقية بيشاركوا عندنا أيضا مشروع تخدير الخطط الاستثمارية ده أيضا من ضمن الأمور المهمة اللي احنا برضو بنطلقها عندنا مسابقة الموجودة المسابقة الخاصة بالتوتين أهداف مشروعات الخضراء الزكية وعندنا جناح بنعرض فيه الشباب بيعرضوا مشروعاتهم 18 مشروع بنشبكهم مع المؤسسات التمويلية ومع البنوك وعندنا بقى فعاليات كثيرة مع اتحاد الصناعات لحد البنوك يعني المؤسسات الدولية كثير منهم الحقيقة في كل الفعاليات وعندنا اليوم بتاعنا وهو يوم الحلول ده إن شاء الله يوم 17 عندنا بقى فيه بنعرض المدن المستدامة النقل المستدام وبنعرض فيه دور القطاع الخاص كشريك أساسي في عملية التنمية وعندنا اتفاقيات بتوقع في مجال الحاجج الأخضر وأيضا الاتفاقية الخاصة بتحلية المياه كلمة السر في النجاح الكبير الحقيقة الكوب 27 في مصر في شرم الشيخ الكلمة السر طبعا إرادة سياسية قوية لنجاح هذا المؤتمر وتعاون وتكامل من كل مؤسسات الدولة من كل أعضاء اللجنة الوزارية برئاسة طبعا يعني يدنا مؤل هذا الفريق دورة رئيس مجلس الوزراء وطبعا السيد وزير الخارجية وسيدة وزيرة البيئة وإحنا كلنا كأعضاء في اللجنة العليا للتغاير كلنا حقيقة بمشتغل كفريق واحد من أجل نجاح مصر ونجاح هذا المؤتمر احنا اشتغلنا هذه عشان نحضر تقريبا لا اشتغلنا كتير بس الحمد لله مهم النتيجة تبقى كلها جويسة مش مهم التعم مش مهم الشوء النتيجة اللي مستنينها هي المستنين طبعا مزيد من مشاركة ومزيد من الاستثمارات في مشروعات مختلفة لأن احنا لدينا كل المقاومات لدينا التربة لدينا الشمس لدينا الرياح ولدينا الشباب لدينا العقول فكل العالم بيحتاجوا ولازم العالم دون متقدمة تعي ان المكسب هو مكسب من الطرفين ده مكسب لهم ومكسب لنا فيعني والخسارة خسارة بتعم مع الجميع فهم الخسر الأكبر في هذا فيعني يبقى فيه تعاون وفيه تكامل وننظر إلى هذه القضايا انها قضايا محورية ونعمل من الآن اللجنة العليا هتستمر في عمالها بعد نهاية المؤتمر المؤتمر هو البداية وليس النهاية معالي الوزير انا شاكل لك وبالتوفيق والنجاح دايما شكرا شكرا جدا بنشكركم كمان ونروح لفقرتنا التالي الحقيقة وزارة التضامل الاجتماع من الوزارات اللي هي دور مهم في كوب 27 المجتمع المدني بيعمل دور مهم طول أيام المؤتمر بيسعدنا ان يبقى معنا معالي وزارة التضامل الاجتماعي دكتور نيفين لعباجي معالي الوزيرة اهلا بك اهلا بك منورانا منورها كوب 27 لا ده كوب 27 منور لوحده احنا اللي بنيجي عشان نستنير بيه سعداء وفقورين جدا جدا بيه ان يكون مصرنا الحبيبة فيها هذه القوة من المؤتمرات في مؤتمر يعني بهذا الحجم وهذا التنوع والمهنية والحالة الإيجابية الطاقة الإيجابية من مش بس على مستوى المصريين ولكن على مستوى الاقليمي والدولي فسعداء بجد المجتمع المدني كلمين ايوم المجتمع المدني يوم 15 ان شاء الله كلمين عن يوم المجتمع المدني وعن دور المجتمع المدني في المؤتمر بشكل عام يمكن احنا كما اولى المجتمع المدني هو احد اللاعبين الرئيسيين في قضية المناخ هو احد المدافعين والمناصرين لحقوق المواطنين وبسفة خاصة منهم اولى بالرعاية في الحقيقة علاقة وثيقة ما بين العدالة الاجتماعية والعدالة المناخية في مسألة تأثر الفقراء بالتغير المناخي اذا كان من الانبعاثات الكربونية من النقص المياه واثرها على الامن الغذائي اللي موجود صغار المزارعين وانخفاض او انحصار الرقع الخضراء الصياضين وتلوث المياه البحار والانهار وتأثر السروة السماكية بهم مسألة تدوير المخلفات وردم الترع والحصول على مياه نظيفة مسألة التهوية في المنازل والحصول على هواء نقي الحقيقة يمكن فيه موضوعات كثيرة بيطرحها المجتمع المدني يمكن اكتر اتنين لاعبين هم الحركات الاجتماعية لحركة الخضر اللي بتمثل عندنا المتطوعين في مجال الحفاظ على البيئة فاذا كان المجتمع المدني او المتطوعين كلا هما عندهم حماسة شديدة عندهم علم بالموضوعات اللي بتطرح عندنا اطلقنا اكتر من مناسبة او لقاء وحدث مع شبكة رائد وشبكة رائد هي شبكة اللي بتقوم عليها الشبكة العربية للموضوعات البيئة للحفاظ على البيئة اطلقنا بيان خاص بالمجتمع المدني بنشدد فيه على بعض الموضوعات التي يجب ان يحتزى بيها في الفترة الخادمة واللي بتم وضع مؤشرات لها لخروج بشكل سنوي مرصد لعما تم فعله وعما هو متأخرين فيه سواء على المستوى المحلي او على المستوى الاقليمي رصدنا من هذه الموضوعات سبعين موضوع حيتموا منقشتهم خلال قب 27 اذا كان فيه المنطقة الزرقاء اخدنا قاعة مخصصة للمجتمع المدني بالاضافة الى جلسات اخرى في جناح مصر وعندنا ايضا قاعة اخرى في المنطقة الخضراء فاحنا يعني عندنا وجود قوي مش بس مع المجتمع المدني المصري تواصلا مع المجتمع المدني الاقليمي والافريقي والدولي لطرح التجارب النجحة ولإثارة او رصد التحديات التي تقف في سبيل التغير المناخي بنرصد فيك من سياسات التكيف والصمود لدى المواطنين عن ما نستطيع ان نتكيب بشأنه زي ان احنا مثلا نستزيد من الزراعات اللي بتستحمل ملوحة الارض زي مسألة تدوير المخلفات الصلبة والخضراء والتكنولوجية ومسألة تدوير المخلفات المباني الخضراء واستخدام ادوات صديقة للبيئة فبتطرح السبعين موضوع وبتناقش السبعين موضوع هيتطرحوا في يوم المجتمع المدني اللي هو يوم خمستاشر ولا انتوا شغالين طول ايام احنا شغالين طول الايام ولكن عندنا اربع او خمس موضوعات رئيسية بتطرح يوم خمستاشر بنجمع فيها كافة الموضوعات يعني فيه اربع جلسات رئيسية على مدار ايام المؤتمر التي تم مناقشتها وبنعمل فيها التكتلات جديدة وشراكات جديدة وطنية وعربية وافريقية ودولية وبنرصد فيها التجارة النكحة وبنحط اجندة للفترة اللي جاية وبنطلق يعني الحقيقة مرة تانية بيان المجتمع المدني الصادر عن مؤتمر تغير المناخ قب 27 البيان ده هيطلق يوم خمستاشر احنا ادينا جزء منه والحقيقة اطلقناه من خلال الشبكة لكن من خلال شبكة رائد لكن هو الحقيقة المجتمع المدني شبكة رائد هي شريك معانا اساسي مع وزارة التضامن الاجتماعي معانا الدكتور عماد عدلي وحوالي 200 جمعية اهلية بنطرح هذا البيان وحنعيد تيوتاني على مدار المؤتمر حنستمر فيه لانه هو الميثاق بتاعنا الميثاق اذا كان جزء منه اخلاقي وجزء منه خاص بالمواطنين وجزء خاص بالدول وجزء خاص على المستوى الاقليمي والدولي هل في مذكرات تفاهم او مذكرات تعاون مع منظمات المجتمع المدري او مع دول او مع حكومات طرحتوها او هتطرحوها خلال ايام كوب 27 عندنا اكتر من يعني بروتوكول هيتم توقيعه وشراكة بيتم توقيعها سواء من المجتمع المدني المصري زي موضوعات خاصة بصغار المزارعين وموضوعات خاصة بتوفير الامن الغذائي وفيه ايضا بروتوكولات خاصة بتعدد تدوير المخلفات وبيئة المباني الخضراء عندنا بروتوكول اخر مع اتحاد الصناعات خاص بموضوعات الاثاس الصديق للبيئة والاخشاب الصديقة للبيئة وايضا التدريب المهني على الالواح الطاقة الشمسية وعلى البيو جاز التدريب في هذا المجال مع اتحاد الصناعات عندنا حاجة مع الهيئة الاقتصادية القناة السويس المنطقة الاقتصادية ايضا لان عندهم منطقة اقتصادية فيها موضوعات عديدة بتطرح خاصة ان السويس من المحافظات اللي فيها ثروة سماكية وعندنا برضو ان شاء الله تنسيق معاها حاجة تانية مع هيئة الثروة السماكية حاجة مع البنوك فان شاء الله حيكون حظنا فيها اكتر من بروتوكول سواء على المستوى هنا او على مستوى كمان الهيئات الدولية مع يونيساف ومع الاسكوا ومع هيئة انقاذ الطفولة حضرتي المؤتمر من اول ايامه شايفها الدنيا ازاي؟ شايفها مبشرة يعني انا عملا حتى لما بشوف حاجة جميلة بخطي فيها خطة كده حسيسة اتمنى ان شاء الله تكمل لغاية الاخر بس شايفها مبشرة وقوية يعني زي ما بيقول جواب بيبمن عنوانه تنظيم قوي حضور ايجابي حضور كامل الدول اللي كانت متوقعة موضوعات بتطرح في منتهى الشفافية والجرأة مساحة للتعبير عن الرأي اقبال من الشباب بالذات فئة الشباب والمتطوعين ومناصرين البيئة تمثيل من ذوي الاعاقة جيد جدا يعني فعاليات وحوارات جانبية مع ما بين كافة اللاعبين فموجود ايضا المرأة الريفية في الاسر منتجة والمنتجات البيئية فيه تمثيل رائع وفيه روحي جابية وان شاء الله هذه روحته ترجم الى يعني شعار المؤتمر نحو التنفيذ فيعني بنقول المؤتمر هو النقلة نقلة الوعي الحقيقية بس مش بس الوعي والتنفيذ وان شاء الله كمين يعني برضو على غرار ما كنا بنتكلم على الشراكات مسألة الوعي البيئي مهمة جدا لكافة المواطنين للعمل نحو التنمية المستدامة والحفاظ على حقوق الأجيال اللي جاية هي قضية حقوق إنسان في حياة صحية وآمنة وأعتقد الإنسان مش بس بتاع دلوقتي بتاع الفترة القادمة إيه القرارات الأهم القرارات اللي احنا مستنينها من المؤتمر؟ لو مستنين فيما يخص وزارة التضامن الاجتماعي بنخرج بنموذج لتقييم الأثر البيئي لكافة الجمعيات الأهلية بنخرج بميثاق أخلاقي وببيان من المجتمع المدني عشان نقدر نرصده في كل عام ماذا حققنا فيه وماذا لم نحققه بنخرج بتأثير برضو مع المجلس القومي لشؤون الإعاقة في اليوم بتاع المجتمع المدني وفيه المنطقة الزرقاء اللي بتقصنا بنخصص له مساحة ففيه حاجة خاصة بذوي الإعاقة وأثر التغيير المناخي عليهم فيه أيضا شركات خاصة يعني توصيات خاصة بمسألة تعزيز الوعي البيئي في المناطق اللي بنخدم فيها سواء المناطق الريفية أو المناطق المطورة اللي منقول إليها سكان العشوائيات ففيه أكتر من توصية أو قرار خارجين بيه مع المجتمع المدني هنستكمل مع المتطوعين بعد المؤتمر شوفنا شباب رائع عنده وعي عالي جدا عنده حماسة عنده قدرة على تحفيزه نحو قضية البيئة هنستغلهم عشان نقدر نعمل شبكة متطوعين في مجال البيئة وفي مجال الوعي البيئي فإن شاء الله نكمل بيها بعد المؤتمر وما يجد مناقشته هنترحه كمان معانا كم متطوع تقريبا؟ معانا ما يقرب من حوالي 800 متطوع لأ للوقت يحصلوا ممكن ألف كمان لأنه إحنا زودنا جزء مش إحنا الوحدين اللي بنشتغل بمتطوعين معانا كمان من اللجنة العليا المنظمة تحت رئاس مجلس الوزراء شباب البرنامج الرئاسي شبابنا يعني شباب مصر كله الحقيقة حاجة مشرفة من كافة أنحاء الجمهورية معانا تمثيل من المتطوعين الأفارقة أو الأجانب المقيمين على أرض مصر أو الخارجيين فيه تمثيل رائع وكمان إحنا يعني غير اللي إحنا طرحناهم اللي هما ما يقربوا من 900 وشوية فيه مجموعات راحت لوزارات تانية زي وزارة الاتصالات أخدت 200 متطوع للعمل معاها في الجزء الخاص بالتكنولوجيا المعلومات ده غير 900 بتوعنا وشوية أخدت وزارة الاتصالات 220 فالوزارات بدأت لما شافت يعني هذه الدفعة وهذا الجودة هذه الجودة في الأداء بدأت تطلب متطوعين عندها فهي إن شاء الله بعد المؤتمر حنطلق بقى استراتيجية التطوع الوطنية اللي إحنا جاهزين نطلقها بس بعد مؤتمر المناخ كلمة السر ورد نجاح الكبير اللي إحنا شايفينه في كوب 27 حب مصر كلنا بنحب مصر أو يعني الكل واحد يحضن بقلبه ومش بوظفته بنتجرد من وزاراتنا ومن حاجتنا إحنا جايين في مؤتمر بنعلي بيه اسم مصر بنفخر بينا كلنا كمصريين فكلمة السر اللي بيحب مصر هيعليها وهيعلي كل حدث بيتم فيها وكل نشاط بيتم على الأرضها فيتحب مصر يتحبها تحية مصر يا مع الوزيرة وانا شاكل لك اللقاء ده شكرا ودايما بسعيدة موجودة معاك يا أستاذ خالد توفيق ربنا يخليك يا مع الوزيرة ونروح لفقراتنا التانية والحقيقة كمان معانا الكاتب الصعف الكبير الأستاذ كرم جابر رئيس المجلس العليل تنظيم الإعلام بيتكلم عن كوب 27 بيتكلم عن أكبر حضور إعلامي يمكن في تاريخ أي مؤتمر 3000 صحفي وإعلامي من 197 دولة بيمثلوا أكبر 450 وسيلة إعلامية بيشاركوا معنا في تغطية المؤتمر أستاذ كرم أهلا بك معنا أهلا بك يا أستاذ خالد شايف الحضور ده إزاي والتغطية الصحفية والإعلامية دي إزاي؟ أنا دلوقتي جاي من زيارة المركز الصحفي إحنا زرنا دول كتير في أوروبا وأمريكا وخلافه ما فيش دولة في العالم عملت مركز صحفي بهذا الحجم والضخامة زي المركز الصحفي اللي موجود في شارم الشيخ شاهد عيان حقيقة حتى الأمم المتحدة في نيويورك ما فيش المركز الصحفي دولة ربعه شاهد عيان على عظمة الدولة المصرية وقدرتها ده الأمر صحيح المؤتمر تحت رعاية اليوئين لكن الشباب اللي وقفين اللي بيقدموا الدعم اللوجستي اللي مليئين المكان شباب مصري وشبات مصريات مبتسمين اعتقاد أنهم اكتسبوا خبرات كبيرة من مؤتمرات الشباب الدولية فأصبحوا محترفين في إعداد وترتيب وتنظيم مثل هذه المؤتمرات الضخمة ما فيش غلطة واحدة ده أمر الأمر الثاني المهم اللي عايز أقول عليه أن شرم الشيخ أطفد جمالها على المؤتمر شرم الشيخ بسحرها بروعتها بجمالها بشواطئها بفنادقها هذا الجمال انعكس على المؤتمر فأصبح لمؤتمر شرم الشيخ مزاق خاص حالة خاصة تختلف عن الستة وعشرين مؤتمر اللي تعمل ده من الناحية الشكلية من الناحية العملية بقى هنتحدث في الشعار اللي رفعها شرم الشيخ أن ننتقل من التعهدات إلى التنفيذ طبعاً إحنا عندنا منصة مصرية وطنية اللي هي نوفي كانت بديل للمنصة الدولية مش بديل ولكن مكملة للمنصة الدولية اللي تعملت في جلاسكو نوفي بقى إحنا هنستفيد إيه كمصريين موفي فيها مشروعات اللي هيتم تنفيذها في البيئة النظيفة والخضراء والمشروعات الغذائية والمياه مشروعات مع مولاها جدوة اقتصادية والأماكن اللي هتتنفيذ فيها ومش هيبقى التنفيذ بس في منطقة مركزية ده هيبقى في منطقة مركزية ومشروعات أخرى فرعية في مختلف القرى والموتر يعني نتمنى أن الناس تحس في مصر كلها بأنه فعلا هذا المؤتمر له سمار الأمر الثاني أنه هنا أنا بشيت بدور الإعلام 4.500 إعلام محلي ودولي لأن الإعلام كان البطل كان البطل في أنه حول قضية المناخ من قضية نظرية في الغرف المغلقة والمتخصصين والندوات والمؤتمرات إلى قضية جماهيرية أو شعبية وبدأت الناس تحس بدأ لأهدة أسباب السبب الأولاني الإعداد المصري الجيد والدقيق لهذا المؤتمر على مدى شهور طويلة وكان معمول فريق عمل على أعلى مستوى إذر يحط أجندة كويسة الأمر الثاني جمال وسحرة زي ما قلت شرم الشيخ الأمر الثالث التغيرات المناخية المفاجئة اللي حصلت فيه الفترة الأخيرة خلت الناس تحس أن الخطر ليس بعيدا عنها بل تحت أقدامها زي السيول والفيضانات وحرائخ الغابات فبدأت الناس تحس ده الخطر قادم فبدأ يمكن إحنا كإعلام نوصل بالقضية إيه بقى نوصل بالقضية في عدة أمور الأمر الأولاني أن المواطن العادي يحس أنه هو شريك أيضا في تخفيف الانبعاثات وليس المصانع القبرى في الصين وأمريكا لكن إحنا برضو شركاء إن اللي بيستخدموا الحطب أو الوقود الفحمة وحس أنه هو لازم يحافظ على البيئة الأمر الثاني بقى وده المهم جدا إحنا شفنا بعنينا يعني هذا الحشد الرهيب جدا وهذه القاعات مدينة كاملة للمؤتمر إحنا دورنا كإعلام بقى لا نختزل ولا نهتم أبدا بالمشاهد اللي هي بقى فوضى ومشاهد ده مؤتمر عظيم ومؤتمر والعالم كله يتحدث عن مصر سبنا بقى من بعض الوكالات أو بعض مصادر الأخبار المجهولة اللي بتهتم باتنين تلاتة وقفين رغم إنها دي أضايا جنائية أضايا جنائية ولو حدست في بلادهم هيتتخذوا نفس الإجراء الحقيقة دا كتكلمت عن حاجة مهمة أن الإعلام المراضي نجح في إنه يخلي الناس تعرف قضية المناخ بشكل حقيقي الإعلام المراضي كمان أعتقد خلى العالم كله بيقول اسمه مصر بيقول اسمه شرم الشيخ آه طبعا ما أنا بقولك بقى اسم شرم الشيخ على كل اللسان طب ده بقى نستثمره إزاي إن إن شاء الله بعد المؤتمر أتوقع إن شرم الشيخ هتبقى قبلة السياحة في العالم وهتقدم عليها الوفود من كل الدنيا هتعدى الضفق والحيوية بقى للشواطئ والفنادق والأماكن مش شرم الشيخ بقى السداء الغرداء وجنوب كل الأماكن هتحصل انتعاشة سياحية مهمة جدا دورنا كأعلام بقى هنا نعمل سياج نحاوط على دولتنا ونحافظ عليها ولا نلتفت أبدا للشائعات المغرضة ولا لدعاو الفوضى ولا للكلام السلب اللي بيحصل احنا عندنا عوامل إيجابية عندنا حالة إيجابية حصلت في البلد في الثمنتاشر يوم دول فعلينا أن نبني عليها ونحافظ على بلدنا ونتمسك بيها وإن شاء الله يعني تبقى ده مقدمة جيدة لعشرين تلاتة وعشرين تبقى سنة كلها خير ونحل بقى المشاكل العالقة وغيره لكن لا نلتفت أبدا للدعاوة السلبية اللي بتحاول تنال من هذا النجاح في الافتتاح شفت سيادة الرئيس هو بيوجه نداء لإنهاء الحرب وهو بيوجه نداء لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية والإحلال السلام في العالم شايف النداء ده اللي العالم كله تجاوب معه بيجابية التفاعل معه بيجابية الحقيقة شايف النداء ده إزاي يعني الرئيس وضع يده على نبض الرأي العالمي بهذه الدعوة النبيلة لإنه يعلم أن العالم كله بيئن من ويلات هذه الحرب أوروبا وأمريكا ولكن الفاتورة يمكن تقيلة شوية على الدول بتاعتنا دعوة الرئيس معناها أن نضح حد لهذه الحرب تكون بداية حقيقية لعلاج الآثار السلبية المترتبة خصوصا في مجال الغزاء دعوة الرئيس مش بتتعلق مش بعيدة عن المناخ دعوة بتصب في قلب قضايا الملاخ لأن هذه الحرب المدمرة بالحرائق بالتفجيرات بالقتلة بالجرحة بتغيير طبيعة الأرض في المناطق الصراع كلها بتأثر على البيئة فوائد في هذه الحرب هتؤدي إلى فوائد جمع لكل دول العالم وخصوصا الدول النامية استجابة العالم للدعوة أنا تصور أنها تبقى فيه استجابة قوية جدا وأنا عجبني قوي قوي أن الرئيس بيقول أن الدعوة دي ليس بحثا عن دور لأن مصر لا تبحث عن أدوار لكن ده هم هم كبير بيعاني منه العالم كله وحل المشكلة دي بداية لحل مشاكل كتيرة جدا شايف كلمة السر وراء النجاح الكبير اللي احنا شايفينه في المؤتمر ده كلمة السر هم تلاتة الرئيس فريق العمل اللي هو فريق العمل المصريين كلهم وشرم الشيخ الحقيقة هم التلاتة أكيد أسرار للنجاح كاتب الكبير لأستاذ كرام جابرة بنشكر وجودك معنا النهاردة شكرا لك ويا رب كده تبقى دايما هذه المناسبات السعيدة بنشكركم ونروح لفقراتنا التانية وبنكمل فقراتنا الحقيقة من داخل الجناح المصري اللي بيفرحنا كلنا في كوب سبعة وعشرين ومعنا السفيري شام بادر المنصق العام لمؤتمر المناخ للمشروعات الخضراء الزكية سعد السفير أهلا بيك أهلا بحضرتك والأستاذ المشاهدين الدور اللي حضرتك بتهم به بالظبط عايزينك تشرحه للأستاذ المشاهدين أولا المبادرة الوطنية المشروعات الخضراء الزكية من أهم المبادرات اللي مصري بتطرحها في القمة هي مبادرة تحت رعاية سيد رئيس عبد الفتاح السيسي وبقرار من رئيس مجلس صدرات دكتور مصطفى المدبوني الذي قام مشكورا بتكريم الفائزين بهذه المبادرة في القاهرة يوم 3 نوفمبر وهي مبادرة بتأكد مفهوم المصري أن هذه القمة للتنفيذ وبالتالي إحنا مش دخلين القمة بأفكار أو تمنيات لا دي مبادرة قائمة على أن تسمح للجميع في المحليات أن يتقدموا بمشروعات تخدم المناخ ولكن فيها في نفس الوقت مكاسب لهم وتؤكد على التنمية المحلية وحياة كريمة وبالتالي تقدم للمبادرة 6300 مشروع تم كل محافظ في محافظته عمل لجنة قامت باختيار 6 مشروعات وبالتالي تقدم 162 مشروع على المستوى الوطني ومن خلال لجنة وطنية ولكنة دوئية بالأمم المتحدة برئاس لجنة التحكيم كانت برئاس دكتور محمود محيد دين والمبادرة تحت الإشراف المباشر للوزيرة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية المحلية تم اختيار 18 مشروع 18 مشروع جبناهم الكب مشروعات من كل مصر فيها شباب فيها مرأة فيها مشروعات صغيرة فيها مشروعات كبيرة وبالتالي تؤكد على ان احنا مكننا وبترد على سؤال مهم بيسألوا الجميع انا كمواطن عادي في مصر او امرأة عادية في الفلاحين السفيد ايه من مؤتمر المناخ ازاي بمؤتمر المناخ ده بيرد على السؤال ده ان انا سمحتهم للجميع ان يدخلوا ويشاركوا ويساهموا بمشروعاتهم ويعرضوا المشروعات اللي نبع من السعيد ومن البعيرة ومن اسكندرية ومن كل حتة موجودين النهاردة معنا في مؤتمر المناخ وبالتالي ده تأكيد اللي ما صرح به سيد رئيس ان ده مؤتمر التنفيذ ما هو ده يا سعد السفير هل احنا المشروعات دي بنعرضها بس ولا يبقى فيه اتفاعات وتمويل وخطط تنفيذ بالفعل اخدنا يعني الجزء ده تعدنا جزء كبير منه لان بالفعل بعض منظمات الامر المتحدة زي ومنظمات الامر المتحدة للمرأة بتدعم المشروعات التلاتة اللي بالمرأة شركات معينة ومنظمات الامر تقال البنك الاوروبي اتفق على انه يدعم ست من المشروعات دي بالفعل ومنظمات اممية اخرى منظمات الغذائي العلامي والفاو هكذا بيدعموا مشروعات الخاصة بالزراعة والامن الغذائي ونضرة المياه فضلا عن شركات قطاع خاص وبنوك فضلا عن الترابطات اللي بتتم هنا النهاردة زي ما حدك شايف كل العالم موجود وفي جزء معين النهاردة يعقد لهذه التمنتاشر فائز اجتماعك مفتوح دول حيعرضوا مشروعاتهم وطبعا كل فولة ولها كيان حيبقى فيه مستثمر معين فيه مؤسسة معينة هتختار شركة ناشئة معينة تدعمها خلال الاسبوع اللي قادم في المنطقة الزرقاء سيعقد ست ايام وكل يوم من الايام دي هنعرض فيها دي مشروعات لكن الفكرة الاهمة مش بس كده فكرة رسالة لكل الشعب المصري ان انا فتحت الباب للجميع ان يكون جزء من الحل وليس جزء المشكلة ان تتقدم لو عندك اموال مش كتيرة وعايز مشروع صغيرة تقدر تخش فيه وتقدر تاخد دعم له وتقدر ان انت تفوز به والوعي اللي بيتم من خلال هذه المبادرة وان انت اول مرة في تاريخ مصر يبقى عندك قاعدة بيانات للمشروعات الخضرة الزكية والاول مرة يبقى عندك خريطة المشروعات دي موجودين فين كل محافظة عنده قائمة من هذه المشروعات وبالتالي الامر المتحدة اشادت بها واخدت زخم كبير خلال المؤتمر ومؤسسات دولية اتفقت انها تدعمها في المستقبل لان المبادرة دي ستتقرر كل عام بحيث يزيد عدد المتقدمين من ستلاف الى اربعين الف الى خمسين الف العوام قادمة وتكون نموذج يحتزى بي حول العالم يا رب دايما بالنجاح كلمة السر في النجاح الكبير للمؤتمر كم سبعة وعشرين بنقدم حلول مصرية خالصة وبنقدم افكار دعمة وبندفع العالم الى مجيء حول قضية واحدة وجودية نخطي بيها هذه المرحلة والتحديات الى افاق ارحب ان شاء الله السفير ايشان بادر ان اشاكل لك وجودك معنا اشكرا كفا وان شاء الله مش دي المبادرة الوحيدة المبادرات كتيرة طول اليامك جاية واحنا رايحين للتحول للتحول لمصر الخضرة مصر اللي بتحافظ على المناخ شكرا لسعادة السفير وارروح لفقرتنا التالي اهلا بيكم معنا مرة تانية وخلونا الرحب وضيفنا وضيفكم من لبنان دكتور طاري الخوري المنسق الاقليمي بالمه المتحدة لبرنامج تغير المناخ يا دكتور اهلا بيك اهلا بيك شكرا لك شكرا على الاستضافة موجود في شرم الشيخ من امتى موجود من يومين ايه رايك في شرم الشيخ والله يعني بلد مضياف الناس طيبين قوي وانا اول مرة بيجي شرم الشيخ سعيد جدا بوجودي هنا التنظيم في المؤتمر شفته ازاي والله التنظيم يعني الصراحة اكتر من رائع بهاليومين كان في وجود لأكتر من 120 رئيس دولة او رئيس حكومة فلوجستيا بتخيل هاد الموضوع كتير صعب فماشاء الله يلي شفناه هلأ اكتر من رائع وكله كويس والسيكوريتي كويسة والاستضافة جدا مهمة المؤتمر المفروض في الاسبوعين دول هيناشي ايه اهم العضايا اللي هيناشي اوكي الان المؤتمر هاد المؤتمر رقم 27 اه لموضوع تغير المناخ اه الاجندة دايما هي يعني نفسها بتتكرر في عدة بنود من اتفاقية باريس اتفاقية كيوتو والاتفاقية الشاملة نفس المقررات تقريبا اه هي المقررات اه نفسها ولكن بالبداية دائما يتم طرح اه يتم اعطاء فرص للدول بحال اه اه وجود اي بنت جديد اه بيحبوا يدفوه على المؤتمر يلي مميز بالمؤتمر اه 27 هو اضافة بنت عن موضوع لاسن دمج الاضرار والخسائر وتبني هذا البنت بشكل اسرع من ما كان متوقع صراحة فهاي خلينا نقول بصمة لرئاسة مصر بموضوع استضافة الاستضافة الكوب 27 بس البنود هي نفسها اللي هي جزء منها بحاجة لمفاوضات اكتر ليتم توضيح التعاريف ليتم توضيح آليات التطبيق وفي بعض من البنود منتهية موضوع التعاريف وموضوع آلية التطبيق وبيصير في ريبورتينج بيصير في تقارير عن سرعة التنفيذ او نسبة الانجاز والى اخره ولكن بشكل عام يعني العمل كبير العمل كبير وعم نحكي على الاف الجلسات البنود اللي هي لازم نحكي طبعا في هذا المؤتمر بيجمع ثلاث اتفاقيات اهمها اتفاقية باريس لازم نحكي على اتفاقية باريس البنود الرئيسية فيها هي بتركز على موضوع التخفيف تخفيف انبعاسات في بند بيحكي على موضوع التكيف وهو اولوية بالنسبة للمنطقة العربية في بند بيحكي على التنوين المناخي والالتزامات للدول الصناعية والدول الكبرى باتجاه الدول المتضررة في بند بيحكي على الترانسبرنسي عن الشفافية واطلاق التقارير الشفافية في بنود أيضا بتحكي على global stock tech في بنود بتحكي على طريقة التنفيذ في بنود بتحكي على موضوع الالتزامات طبعا عم بقول بنود هي بند وفي مواضيع في بند بيحكي أيضا عن موضوع أسواق الكربون جزء من هذه البنود كتعريف كأليات تطبيق ليس ما له جاهز لسه وفيه جزء جاهز وفيه تقدم في قمة باريس كان فيه تعهدات بمت مليار دولار صحيح يعني معلوماتي أنه على أقصى تقدير دفع 22 مليار فقط صحيح هل منتظر من قمة شرم الشيخ وتقريبا فيها الحضور الأطخم على مستوى قمم المناخ في العالم أنه نخرج بتعهدات حقيقية يتم تنفيذها التعهدات جزء كبير منها موجود وفيها بيصير تعهدات جديدة مثل موضوع صندوق الخسائر والأضرار منتوقع من هذه القمة طبعا حسب ما عم نسمع من القادة ومن المفاوضين أنه يتم الدفع نحو تسريع التنفيذ تسريع التنفيذ يعني ذكرت حضرتك 22 مليار من 100 مليار تم دفعهم لسه معنا للألفين وثلاثين نتمنى يصير تسريع في تركيز على موضوع تمويل المناخي تركيز على الإسراع بالتنفيذ بالكلمة الافتتاحية ذكر الأمين العام للأمم المتحدة جوتيريش أنه نحن في رحلة متجهة نحو الجحيم صحيح فالموضوع صار أكتر من خطير جوتيريش تكلم عن 300 مليار دولار محتاجينها صحيح 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 طبعا الاحتياج للتمويل المناخي هو أولوية ولكن أيضا هناك حاجة لتكبير طموحات المناخية تكبير الالتزامات والإسراع بالتنفيذ والاتجاه إلى التنفيذ أكتر من تخطيط هل ده ممكن نطلع به فعلا نحن نتأمل نتأمل أول يومين يلي بقدر أقوله كلمات الافتتاحية للرئاسة دول مؤسرة قوية في لغة جديدة عم نشوفها في لغة عب تستوعب حجم الخطر وفي علم بهذه الافتتاحيات أيضا مستوى المفاوضات طبعا نسا دستاتنا بالبداية ولكن عم نحس بمدى خلينا نقول تأسر الدول بالوضع الحالي ومدى الجدية لسا بكير لنقول إذا هيكون فرق ولا لا ولكن بلا شك هذا المؤتمر مميز هذه السنة لو تكلمنا عشان الناس تفهم عن دي موضوع المناخ مهم نقول للناس موضوع المناخ مهم لأنه آثاره عم نشوفها على الأرض بالتقرير الأخير للفريق الدولي المعني بتغير المناخ رسم هذا الفريق خمس سيناريوهات خمسة خمسة رسم سيناريو العمل المعتاد اللي رواحس وصلنا اللي احنا شغالين عليه نحن خلينا نقول باتجاه تنفيذ التعهدات ولكن بليس بشكل كامل للأسف فسيناريو العمل المعتاد رح يوصلنا لدرجة حيارة جدا مرتفعة بعام 2100 نهاية القرن سيناريوهات التعهدات الحالية أيضا لا يكفي للأسف لأنه بتقرير الفجوة الفجوات الانبعاثات اللي تم اصداره من برنامج الممتحدة للبيئة بيقول نحن اذا مننفذ الالتزامات التي تم طرحها بالمساهمات محددة وطنيا المشروطة وغير مشروطة سنقوم بخفض من 15% من الانبعاثات ونحن معا مننفذ وده ما يكفيش نحن بحاجة لتخفيض 30% ل40% من الانبعاثات لنحافظ على درجة الحرارة 1.5% أو 2% اللي هي اتفاقية باريس فلذلك الوضع وطبعا فيه هذا كله مبني على العلم فلذلك الوضع صار بما معناه لا يحتمل أي تأخير وبحاجة لشمولية لتكبير الالتزامات ولتسريع التنفيذ لهذا السبب أطلق برنامج أمم المتحدة البيئة مكتب غرب آسيا بتوجيه من المدير الأقليمي ومثل برنامج استاذ سامي ديماسي تم اطلاق التقرير صافي انبعاثات لمنطقة غرب آسيا نعم نحن دول ليست ملوثة ولكن الأولوية هي التكييف ولكن بموضوع تخفيض الانبعاثات صار في واجب على الكل في حاجة كيف نحن دولنا هي 5% فقط مسؤولة عن الانبعاثات منطقة المنطقة العربية عندنا أفريقيا الحقيقة 3% فقط من الانبعاثات لكنها الأكثر معاناة صحيح أكثر تأسرا هل ده ممكن نخرج وإحنا شفنا رئيس الاتحاد الأفريقي بيتكلم عن حاجة أفريقيا لمتين مليار دولار صحيح هل ممكن نخرج من المؤتمر ده بما ينقذ أفريقيا نتأمل نتأمل على المستوى الالتزامات عم نشوف حماس نتمنى هالالتزامات تتقابل بتنفيذ ولكن اللي بقدر أقوله أنه موضوع تمويل مناخي هو بصلب هذا المؤتمر وهذا الفضل يرجع على تأثير رئاسة مصر على الأجندة وأيضاً توحيد الموقف العربي بتدفع الأجندة نحو هذا الاتجاه الدول العربية فيه موقفه في المؤتمر بشكل واضح طبعاً هدا يعني موقف سيادي أنا ما بدر أتكلم عنه وأصلاً ما لي جزء منه يعني أنا لا اللي بيتم التعبير عنه الموقف اللي تم التعبير عنه اللي واضح هو دائماً الأولوية بالنسبة لدول المنطقة يعني بيضل التكيف هو موضوع أولوية لأنه كما زكرت حضرتك التكيف يعني عشان نستفع التكيف يعني نحن نقوم بنشاطات ببرامج تساعدنا على تخفيف أثار تغيير المناخ على البلد يعني مثلاً أحد أهم أثار تغيير المناخ هو موضوع الجفاف فالتكيف هو أي برنامج ومنطقتنا من أكثر الدول المناطق معاناة من الجفاف صحيح صحيح تكيف يعني القيام بأي برنامج أي مشروع لمثلاً تخفيف الطلب على المياه هو بالتالي أن أكون أتكيف مع تغيير المناخ أو بزراعة الأشجار الملائمة اللي بتشاعدني على حفظ المياه مثلاً أو مجابهة العواصف الترابية عن طريق زراعة مساحات خضراء يعني فهذا النوع من المشاريع أو من البرامج هو يعتبر تكيف اللي هو بيساعد البلد على صد أثار تغيير المناخ المتلاؤم والوصول إلى مرونة مناخية معينة بتأثير الضرر احنا شفنا الرئيس السيسي وولي العرد السعودي الأمير محمد بن سلمان بيطلقه مبادرة الشرق الأوسط صحيح دي بتصير في نفس الخط اللي احنا بنتكلم عنه صحيح صحيح هي صراحة المبادرة مهمة لأنه بتصب بالاتجاه التكيف وباتجاه التخفيف بتصب باتجاه التكيف لأنه رح تساعد المنطقة على على تعزيز المرونة المناخية وبالتالي تقليل الأضرار المناخية وبتصب أيضا باتجاه التخفيف لأنه الامبعاثات اللي بتطلع من النباتات هي بتتمص الكربون بتخفف نسبة امبعاثات الكربون وهي أيضا يعني خلينا نقول مبادرة لها تأثير عالمي وليس لها تأثير أقليمي يعني ممكن أن إذا ما إني غلطان رح تنزل الامبعاثات بنسبة واحد بالمية وهذه نسبة جدا كبيرة جدا كبيرة كبيرة صحيح لو تكلمنا وإحنا بنتكلم عن خمس سيناريوهات السيناريو الأسوأ اللي ممكن نواجهه في العالم وفي المنطقة يبقى إيه السيناريو الأسوأ ممكن يوصل حسب تقرير الدولي المعني للفريق المعني بتغيير المناخ ممكن نوصل لدرجة حرارة 7% بالعام 2100 لغاية يعني هلأ نحنا حاليا تقريبا بمرحلة إذا ما إني غلطان بين الواحد فاصل ثلاثة الواحد فاصل ثلاثة ما عد فينا نرجع عنها يعني شو ما عملنا لو وقفنا الإنبعاثات بعرضها وصلنا لها المرة وصلنا فالعلم موجود قدامنا يعني العلم موجود ورح نوصل لدرجة حرارة بين الأربعة وسبعة بالمئة إذا منكمل بثانية ده يبقى خطر على حياتنا كلنا صحيح خطر على الكوكب ونحنا جزء من هذا الكوكب فالتأثيرات رح تكون كبيرة كبيرة السيناريو الأفضل السيناريو الأفضل هو العمل المناخي المعزز توسيع المساهمات توزيع الالتزامات ضمن المساهمات المحددة وطنيا بما معناه بحاجة لتوزيع الطموحات أي رقم واحد لنوصل لتخفيد بنسبة الانبعاثات بما يلائم 30% إلى 40% للحفاظ على الواحد فاصل الخمسة درجة احترار بما يلائم اتفاقية باريس توسيع المساهمات يعني تسريع بالتنفيذ تعزيز التمويل المناخي لمساعدة الدول المتضررة بشكل عام هي الاتجاهات السلاسل الكبيرة المتوقع في قمة شرم الشيخ نطلع بأنه سناليو توقع طبعا أكيد هذا الموضوع بيرجع للدول والتزامات خلال نتائج المفاوضات نحن ندعي وهي يعني هذا الكلام يأتي من المدير الأقليمي الساسسامي ديماسي نتأمل بتسريع التنفيذ نتأمل بتكبير الطموحات نتأمل بالشمولية سعيدين جدا بإضافة بند الخسائر والأضرار نتمنى تسريع المفاوضات ليتم أن يكون هناك تعريف واضح لآلية التنفيذ وبالتالي هذا الشيء يعني يخدم المنطقة آلية التنفيذ من اللي ممكن يرائب التنفيذ وإزاي ممكن يرائب التنفيذ آلية التنفيذ هي بيتم تحديدها من الفريق التقني المؤلف من عدة دول أو من جميع الدول فهذه ونحن نذكر موضوع المفاوضات يعني هو هذا اللي نذكره وطبعا هذا الموضوع بشكل كامل بيرجع للدول وطريقة اتفاقهم بعد ما يتم تحديد آليات التنفيذ ويتم موافقة عليها من جميع الدول من جميع الأعضاء اتفاقية باريس ومؤتمر المناخ ويمكن هون بيبلش دورنا نحن كمنظمات دولية وخاصة كبرنامج المتحدة للبيئة ممكن يتحدد دور لنا محدد أو ممكن نحن نكون ندعم الدول للوصول إلى هذا الصندوق من ناحية تقنية من ناحية تقديم البروبوزل تقوية القدرات وإلى آخره ولكن تحديد آليات التنفيذ التعاريف البنود هذا موضوع بيرجع للدول واتفاقية المناخ لكن المتحدة بيبقى دورها الاشرافي أساسي؟ أمم المتحدة يبقى دورها طبعا حسب المنظمات يعني نحن برنامج أمم المتحدة للبيئة فقلنا جزء معين من الدعم ولكن في جزء كبير من المنظمات الأخرى الموجودة وكل من يعني كل منزمة بتساعد بحسب المانديد تبعها وبحسب المطلوب منها بشكل عام دور الأمم المتحدة هو يأتي للدعم لتسليط الأمر الواقع دعم بناء القدرات دعم بتنفيذ المشاريع استضافة الصناديق الجديدة أو الإنشيتيف الجديدة وتلبية سد الفجوات التقنية بالمنطقة بناء على حاجات المنطقة إن شاء الله بتتوقع إن احنا ننجح في كوب 27 ونطلع بكل النتائج اللي عايزنا نأمل نأمل لساتنا بالبداية أنا أقول البداية البدايات مبشرة البدايات مبشرة مع أنه الواقع للأسف يعني يتطلب يتطلب زي ما الرئيس السيسي قال هي قمة انقاذ كوكب الأرض الحية صحيح صحيح يعني والملفت بكلمة الرئيس السيسي هو ركز على موضوع الإنسان على تأثر الإنسان بتغيير المناخ هذا الموضوع كان مهم سواء من ناحية الضرر سواء من ناحية الحياة الإنسان بسبب تأثيرات تغيير المناخ وإلى آخره كمان كما ذكر الأمين العام للأمم المتحدة قوتيريس قال يعني لا يزال هناك أمل لا يزال هناك فرصة ولكن شواء الأمل ضعيف صحيح فإن شاء الله يكون في تسريع أنت بتشارك في قلسات أيها دكتور طريق نحن ناجوم المتحدة طبعا نحن موجود دين بديلغيشن كبيرة بتقريبا من 30 شخص منحضر جلسات التفاوض اللي قريبة للماندت تبعنا سواء بموضوع الشفافية بموضوع التكيف وإلى آخره مندعم الفريق المفاوض بأي معلومة بحاجة إلها عنا فعاليات جانبية كثيرة أكتر من 70 فعالية متعلقة بالمتغيشن بالتخفيف بالأدابتيشن وعنا طبعا دور تقني محدد لدعم بعض دعم سواء الرئاسة أو سواء الاتفاقية بمواضيع محددة تقنية يعني إلى علاقة بالموبيليتي بالتنقل بالمدن بالإمبعاثات من الأبنية وعدة مواضيع بنتمنى لك التوفية دكتور شكرا شكرا ونورتنا في كلمة السجر شكرا على الاستضافة شكرا لك دكتور طرق الخوري ودلوقتي نروح لفقرتنا التانية بنواصل كلامنا عن كوب 27 والنجاح الكبير الحقيقة اللي احنا شايفينه في شرم الشيخ وضيفنا دلوقتي المهندس خليد نجيب رئيس شركة هيدروجين مصر أهلا بيك بش مهندس أهلا بيك فإحنا هنا بنحاول نواصل التكنولوجي دي لأكبر عدد من الشركات ومستخدمين الهيدروجين في مصر بما يبقى فيه انتاج كبير جدا من الهيدروجين والهيدروجين الأخضر في مصر فدي طبعا مصدر طاقة جيد جدا لأي محرك أو أي حاجة محتاجة طاقة ففعلا في المؤتمر ده فيه أكتر من 400 شركة عايزين الناس تفهم الهيدروجين الأخضر اللي هو إيه؟ تمامي فندم هو الهيدروجين الأخضر باختصار يعني احنا بننتجه بطريقة خضرة اللي هو بمعنى الطاقة الشمسية أو الرياح ومن هنا فيه إلكتر رايزر ده مفاعل بياخد المية ويفصل الهيدروجين عن الأكسوجين والهيدروجين ده زيه زي بنزين أو ديزل أو حاجة زي كده وممكن يستعمله برضه زي الـ CNG في العربيات مثلا فهما فعلا في أوروبا مثلا بيستعملوه مع الديزل فبيبقى زي التكسيات والعربيات اللي بتشتغل بالـ CNG فموجود منه ممكن بالهيدروجين برضه فيعني ده بيهيبقى بديل لتوليد الكهرباء من البترول مثلا والغاز يعني ده بيدينا طاقة نظيفة بالضبط يا فندم هو فعلا هي فيها طاقة نظيفة لأنه لما بيخش عن المحرك أو اللي هو الـ fuel cell الانبعاث منه بيكون مجرد أكسوجين فبيرجع تاني يتحد مع إلكترون هيدروجين ويبقى مية تاني ففيها نظيف ده هيساعد بشكل كبير جدا في السيطرة على الانبعاثات في تقليل نسب التلوث ده مؤكد حضرتك لأنه ملوش إمبعاث كربون خالص يعني الموتور أو الـ fuel cell بيشتغل بالهيدروجين يا فندم الهيدروجين بيطلع من الكوقود بعين يتحد مع المية بعد ما يولد الطاقة فالمنتج بتاعه بخار أو يعتبر مية يعني بنعتمد في مصر دلوقتي على الهيدروجين بنسبة أديه في الطاقة هي هيدروجين فعلا موجود في مصر وعلى فكرة مصر من أول الدول انتقت الهيدروجين الأخضر ده كان مشروع كيمة في الستينات كان بيأخذ الكهرابة من السد العالي وبينتج الأمونيا والهيدروجين فمصر من الدول اللي اشتغلت في الموضوع ده من فترة يعني الدلوقتي ودلوقتي فعلا فيه هو فيه هيدروجين في مجمعات بترولية ومنسميه ده الهيدروجين الرمادي والهيدروجين الأخضر ابتدى فعلا فيه مشروع في الهيئة الاقتصادية لسه ابتدى ينتج الهيدروجين الأخضر ومشاريع الكبيرة اللي هتنتج الهيدروجين الأخضر فيبقى موجود بوفرة كبيرة جدا إن شاء الله وزي ما حقيقة قلت هو بديل فعلا للوقود حضرتك في كوب 27 قابلت شركات عالمية وتكلمت مع ناس من مختلف دول العالم والله يعني بصراحة المؤتمر كان رائع جدا 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 يعني الواحد أكيد قابل الشركات وناس من أكتر من مئة دولة ومهتمين جدا بالتواجد في مصر يستثمروا ويشتغلوا وهم بيشوفوا طبعا مصر البلد جميلة بصراحة والمؤتمر متنظم بشكل كويس جدا ومهديد شرم الشيخ بلد رائعة فبصراحة المؤتمر كان هايل ونلاقي شركات كتيرة ومستثمرين كتار جدا هل تلفي اتفايات على استثمارات جديدة في الفترة كية؟ في كتير حضرتك وشفنا في الميديا في الإعلام مشاريع كتيرة وفي مشاريع كتيرة بتدرس ويتكلموا عنها ومشاريع كتيرة هنسمع عنها من بعد المؤتمر فيما يخص الهيدروجين الأخضر اه تمام يا فندم ما في مشاريع حضرتك اللي هي التوليد الهيدروجين اللي اسمعنا عليها واللي هي اتمادت ومذكرات مع وزارة الكهرباء والشركات بس يمكن اللي تم في المؤتمر هنا حضرتك وجود الشركات وجود الشركات المصرية وكده انه في فكر المشاريع كتيرة جدا فيحصل لقاءات في المؤتمر ده روعة المؤتمر مستثمر او شركة وبيقابل شريك مصري ويبتدوا يتكلموا على مشروع فهنلاقي منتجات كتيرة بتيجي يعني اخراج من المشاريع من بعد المؤتمر اه المستقبل هو الهيدروجين الأخضر هو ده المستقبل يا فندم هنشوفه في كل حاجة زي هو زي وزي البنزين وان شاء الله مصر الدول الرائدة في الموضوع ده امتى يبقى نشوفه زي هو زي البنزين والغاز في الشارع مثلا او في استخدامات حياتنا الطبعية في الطاقة اه 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 نتخيل يعني فعلا اه اه انا انا كنت في اه في فكتماعه مع وزير من الوزراء ووسألته السؤال ده قلت له الهيدروجين ده هيبقى فين ممتنة فالرد كان في كل حاجة وفي كل حتة وفي كل وقت فاه فعلا ده ده هيحصل وده بيحصل في أوروبا لأنهم دلطلت تحت ضغط عشان سعر الغاز والوقود ارتفع جدا 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 فبنلاقي فعلا فيه التطبيقات في وسائل النقل والمصانع عالي جدا فهو ياخد شوية وقت يمكن في الأول بس زيه زي السين جي حضرتك ما هو ابتدى بعدد صغير من العربيات وحاليا زي ما احنا شايفين فيه عدد كبير جدا من السعر فممكن نقول ان هو زيه زي قريب جدا من موضوع السين جي شفت المؤتمر ازاي في شرم الشيف لا المؤتمر جيد جدا 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 وروح المؤتمر فعلا روح عالية جدا 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 وهي فعلا المكسب الكبير على فكرة هو الواحد هو بيختلط بالناس في المؤتمر بيختلط بالشركات والمؤسسات والناس من جنسيات كتيرة جدا واللي بعد المؤتمر الناس بتطلع بره وبتخرج في بلدنا الجميلة شرم الشيخ وبيتبسطوا واحنا لا لا سعادات جدا بالمؤتمر ومخرجاته اكتر بكتير من اللي احنا شايفينهم في الاعلام زي ما قلت لحضرتك الناس اللي قابلت بعض هنا في المؤتمر بالتوفية باش مهندس ونتمنى لك التوفية ونستنين الهيدروجين الاخدر يبقى هو بدل الغاز بقى في الشارع ان شاء الله لا مريم جدا ان شاء الله ان شاء الله بنشكر المهندس خليد نجيب رئيس شركة هيدروجين مصر نروح فاصل ونروح لفقرتنا التاني اهلا بكم معنا في فقرتنا الاخيرة الحقيقة بيسعدنا يبقى فيها ضفتنا او ضفتنا بقى دكتورة ومنية العمراني مبعوث الراسة المصرية لكوب 27 للشباب يا دكتورة ومنية اهلا بك اهلا بحضرتك ايه الاخبار قولنا بقى يعني مبعوث الرئاسة للشباب اول حاجة دي اول سنة في تاريخ القب في 27 السنة اللي فاته يبقى فيه مبعوث للشباب الفكرة ان احنا في مصر عندنا اهتمام بتمكين دور الشباب وبالذات في قضايا تغير المناخ عشان رقم واحد احنا اكتر فق عمرية هتتأثر بالاثار السلبية لتغير المناخ على صحتنا وفرصنا المستقبلية وتاني حاجة احنا اكتر فق ايمانا بالخطوات العاجلة والفعالة لمواجهة تغير المناخ فالفكرة ان احنا كنا عايزين كرئاسة المؤتمر المصرية يبقى فيه شخص يبقى حلقة الوصل ما بين احتياجات الشباب التحديات الشباب بتواجهها ازاي ممكن ندخل اصواتهم اراءهم حلولهم في عمل الرئاسة من ناحية بقى المفاوضات وتنظيم المؤتمر وقدرة حضور الشباب للمؤتمر انتي بدأت تتمرسل عمل العام والتطوع من امتى عوني؟ من وانا في سنة تانية طب ساعتها كان 2016 انت تخصصك طب؟ بزفت انا دلوقتي جراحي تجميل في مستشفى جامعة عين شمس بس انا بدأت من وانا في سنة تانية ساعتها انضميت للاتحاد الدولي لطلبة الطب كان موجود في 133 بلد كنا بنمثل صوت اكتر من مليون و300 طالة طب وكان عندهم القدرة ان هما يروحوا القب كل سنة فبرأت الاول معاهم في ورش اعمل وجلسات عشان افهم يعني ايه تهار مناخ ايه تأثيره على الصحة وانا شخصيا عملت زي تدريب برة في امريكا كان على الطب اللي هو الطب الطوارئ ساعتها شفت تأثير تغير المناخ على الصحة بطريقة مباشرة وفي نفس الوقت كنا في كل كوب انا حضرت اول كوب حضرته كان 24 في بولندا في بولندا اه بالضبط في كاتوفيتسا بعد كده في مادريت كنت ساعتها يعني رئيسة وفد طلبة الطب اللي كانوا جايين المؤتمر من 12 بلد اه وبعد كده حضرت جلاسكو اه وفي كل واحد كنا بناشط باهمية او بالن احنا عايزين تصرع في التغير المناخ والقرارات والسياسات اللي بتتتناقش وفي نفس الوقت كنت برضو باشتعل على حاجة انا كنت بحبها جدا وهي ازاي تغير المناخ يبقى جزء من المناهج يبقى بيدرس في منهج الجامعة او في المدرسة وانا جامعيتي جامعة عين شمس من اول الجامعات في مصر اللي بقى تغير المناخ جزء اجباري اه مش بس في كلية التب بس في جميع الكليات اه الطلبة لازم تدرسوا عشان يعرفوا ازاي ممكن يسهموا ويشاركوا في حلول الصديقة للبيئة وحلول مواجهة تغير المناخ اه جزء مهم بقى بما انك انت اه دكتورة العلاقة بين المناخ والصحة لان الناس لازم تفهم قد ايه المناخ مهم في حياتها في كل حاجة الحقيقة اه انا دايما بقول ان هي بتأثر على اهم ثلاث حاجات في حياتنا اول حاجة الاكل والميا والهوى فبالنسبة للاكل طبعا تغيير درجة الحرارة ده بيقدي لي ان المحاصيل ما بقيتش بتطلع زي الاول او ساعة مش بتطلع فده بيقصر على التغذية بتاعتنا وبالزات في الاطفال تاني حاجة الميا وبالزات في افريقيا دول كتير بتعيني دلوقتي من الجفاف ده بسبب التغيرات المناخية فده بيقصر على الميا واحد من خمس اطفال في العالم مش قادرين يحصلوا على الميا اللي هما محتاجينها كل يوم تالت حاجة وهو الهوى طبعا تلوث الهوى اللي بسببه هو انبعثات الكربون اللي بتقدي لتغيرات المناخية ده بيقدي الى وفاة 7 مليون شخص كل سنة 9 من 10 في العالم بيتنفسوا هوا ملوث فده برضو بيقصر على صحتنا بيقدي الامراض الصدرية زي الازمة زي سرطان الرئة وفيه برضو اهم حاجة التأثير التغير المناخية على الصحة النفسية ان احنا مش بنتحمل زيادة دركة الحرارة والمواجهات الحرارية ان احنا في الاطفال والشباب حاسين بالتواطر والقلق من ان احنا مستقبلنا بقى في خطر احنا مش صنع القرار ومش قادرين نلاقي او نزق الدول انها تشتغل وتحول الوعود والقرارات والسياسات لخطوات فعالة على ارض الواقع فاحنا بنحس طبعا بالتواطر ده بيقصر على صحتنا نفسية انت حضرت قبل كده 3 كوب مزبوط ودلوقتي انت في شرم الشيخ كوب 27 الفارق بينهم ايه اول حاجة فخورة جدا ان هو في مصر اول مرة من 6 سنين في افريكيا وده ادينا الدور المهم ان احنا نبرز صوت الدول المتأثرة عن الدول المؤثرة حاجات مهمة زي التكيف ما كانش بتاخد الاهتمام زي مثلا التخفيف من انبعثات الكربون اه مهمة بس التكيف ده بيقصر على دول المتأثرة اللي محتاجها الدعم والتمويل فاحنا في مصر احنا الصوت القوي للدول المتأثرة بالتغيرات المناخية ان اصواتهم تبقى مسموعة القرارات تبقى بتحطهم في اعتبار مهم وتعلي من مكانتهم من اصواتهم برضو فخورة ان احنا في مصر بنهتم بالشباب فعشان كده احنا عملنا مؤتمر الشباب وكان لأول مرة يبقى فيه وزارة الشباب وكانت وزارة الشباب المصرية بتدعم المؤتمر بشكل رسمي بس كان بتقوده خمس جمعيات شبابية مصرية كان فيها ألف يعني شارك في المؤتمر ألف ومئة شاب وشابة من 149 بلد طلع منها زي دستور او بيان الشباب العالمي اللي احنا في مصر الأول مرة هناخد البيان ده ويوم 10-11 ده يوم الشباب والأجال القادمة هنعمل جلستين مش مشاورة او افنت لأ جلسة زي دائرة ما بين المفاوزين والوزراء والشباب عشان يتكلموا مع بعض في حديث ازاي ممكن ناخد الطلبات المحددة الشباب بتطالب بيها وندخلها في المفاوضات عايزين حاجات كتير بس احنا في كل في كل مجال عايزين حاجة يعني في التكايف عايزين يبقى فيه تمويل في التخفيف من امبعاثات الكربون عايزين حلول الشباب اللي هي بتبقى في الجراسروت او اللي هي الشباب بتعملها على المستوى البسيط تبقى جزء من المفاوضات ومن سياسات الدول عايزين برضو يبقى فيه ان احنا وجودنا مش بس نبقى منحضر وبننظم الورش العمل بتاعتنا لا لا السنة دي اول سنة يبقى فيه جناح للشباب والاطفال ده موجود في البلو زون يعني في المنطقة الزرقاء اللي فيها المفاوضات المكان ده معمول اسبوعين الشباب هي اللي بتعقوده هي بتعمل كل الجلسات اللي فيه وبنعزم بقى سنناع القرار نوما يجوا يتكلموا معنا السنة دي كان النهاردة اكتشيلي كان فيها ميا موتلي وهي رئيس الوزراء بتاعت باربيدوس جاتوا تكلمت مع الشباب في الجناح بتاعنا كان فيه برضو سايمون ده برضو من سيلفر هارت ساري ده كان برضو من الامم المتحدة المعين لتغير المناخ وكل يوم هيبقى فيه حد من سناع قرار يتكلم مع الشباب فاحنا عايزين نشوف في كل سنة جناح زي ده مصر بدأت حاجة زي كده عايزين بقية الدول تكمل وبرضو ان احنا نبقى موجودين وجزء من الوفود الرسمية اللي بتيجي وتحضر المؤتمر عشان نبقى آه بنمثل القطاعات المهمة بس نبقى برضو بنمثل صوت الدول بتاعتنا علشان يبقى فيه خطوات عاجلة وتسرع في المفاوضات في جلسة يوم عشرة مع المسؤولين والوزراء بتتوقعنوا ما يستجيبوا لطلبات الشباب يعني على مر السنين احنا كنا دايما عندنا اسرار وعزيمة ان احنا صوتنا يتسمع وطلباتنا تبقى جزء من المفاوضات فكرة ان يبقى فيه حديث ما بيننا وما بين صنوع القرار احنا مش بنقدم الطلبات بتاعتنا وبنقول لهم يلا اشتغلوا عليها لا احنا بنقول لهم ان احنا شركاء شركاء طبيعيين بنشتغل معاكم بنطلع حلول مع بعض بنطرح الحل ونشوف مع بعض هل دا حاجة هتعرفوا وتطبقوها لو لقى البديل ففكرة المحادسات او الجلسات زي دي بتخلينا ان احنا نعرف ندخل اصواتنا وطلباتنا بطريقة فعيلة اه الدور اللي انت بتقومي بيه هتقومي بيه خلال ايام المؤتمر بس ولا هيستمر معانا في الفترة الجاية اه هو هيستمر معا استمرار اه رئيسة المؤتمر طوال رئيسة مصر المؤتمر بزبت اه اللي هو ايه بقى بالزبت يعني بعد ما المؤتمر ينتهي هيبقى دورك ايه في السنة الجاية اه في حاجات اه كنت بدأتها اه قبل الكوب والهدف منها كان انها تبدأ في الكوب وبعد كده نكمل اه منهم منصة اسمها ثي يوث داش كوب اه استدجة المنصة الالكترونية عليها فتحنا زي كال للشباب ان هما يبعثوا لنا اه قصص النجاح بتاعتهم وشراهم وجلنا في اول مرة في اول اسبوعين اه مية ستة واربعين اه مشروع وساعتها نشرنا منهم تمانية وتمانين علشان بس نحكي قصص الشباب وحلولهم على ارض الواقع فدي حاجة احنا عايزين نكملها ان هي مش بس تبقى الشباب بتحكي لنا قصصها لأ نشوف بقى فرص التمويل والدعم وتشجيع وان احنا برضو نعمل زي منترشيب يعني ما بين الشباب وما بين الخبراء عشان ازاي يطوروا من المشاريع بتاعتهم اه ايه تاني غير الموضوع اشتنى فيه برضو مبادرة تانية شغالين عليها اسمها The Youth Program ان يعني نيو زيرو ويلد يعني عالم يعني شب نيو زيرو يعني اه ودي بقى بتركز اكتر على تمكين الشباب ان احنا نعمل زي ورش عمل علشان مش بس يعني الشباب في مصر وفي العالم عندهم خلفية قوية في تغير المناخ بس برضو بيبقى فيه مشكلة في المفاوضات عشان هي معقدة جدا فاحنا عايزين نمكن من فهمهم للمفاوضات ازاي ممكن يترجموا حلولهم على ارض الواقع للمفاوضات على المستوى المحلي وتشكيل السياسات لمواجه تغير المناخ وفي نفس الوقت على المستوى العالمي لهم ازاي يشاركوا في المؤتمرات زي القوب الانترساشنالز والفرص التانية اللي هما ممكن يشاركوا فيها مين بيشتغل معاك في شغلك كمبعوث رئاسة للشباب؟ انا محظوظة ان انا معايا فريق من الشباب المصريين الجمال والشاطرين من وزارة الشباب حوالي اتناشر واحد بجد يعني يشتغلوا معايا ليل نهار حاجة عملناها الاول مرة برضو رئاسة المؤتمر قدمت زي مستند اسمه The Youth Kit مستند للشباب علشان فيه يفهم الشباب ازاي يشاركوا في المؤتمر يحضروا ايه ازاي ايه الاحداث المهمة اللي ممكن يحضروها ويحضروها ازاي وساعتها كان فيه فيه باك حلو قوي عشان ده اول مرة يتعمل وشباب كتير حسيت انها بدأت تفهم اكتر ازاي ممكن تشارك في المؤتمر كلمة السر ورا النجاح الهاي اللي احنا شايفينه في كوب 27 ان احنا في مصر بنقول انها ده كمة التنفيذ وذي اكتر حاجة بتشجعنا ان احنا مش يعني لو احنا عندنا الطموحات ان احنا عايزين نوصل للمرحلة ذي لا في مصر احنا عايزين نعلى علشان احنا محتاجين عليات تنفيذ ومش محتاجين نسمع كلام اكتر من كده من الدول في مصر احنا عندنا القدرة ان احنا يعني نجيب من الاخر وده اللي احنا عايزين نعمله في القوب ده ويبقى مختلف عن كل القوبس اللي فاتوا وكلمة استيري في حياتك اللي خلتك يتم اختيارك للمنصب ده والمكان ده هو يعني لازم الواحد يبقى بيحب اللي هو بيعمله يعني انا كنت في الطب ومش بيبقى طبعا عند طالب الطب بالوقت ان هو يعمل عمل تطوي انا مش شايف ان هو عمل تطوي انا شايف ان هو واجب عليها كدكتورة انه مش بس ان انا اهتم بصحة المريط بس بصحة المجتمع واحنا تغير المناخ اكتر خطر بيأثر على صحة المجتمع بتاعنا الكلام ده اتقال واثبط علميا من سبع سنين فده واجب علي ان انا بقى بشتغل على قضية زي تغير المناخ حاجة انا بحبها تحدي وشايف ان صوتي كحد بيمثل الشباب او صوت الشباب عمتا حاجة ممكن تشجع اي حد ان هو يكمل في المجلة بنشكرك يا دكتورة ونورتينا سي شكرا يا رب نكون قدرنا ننقلكو جزء من الحدث الضخم الحقيقة والنجاح الكبير اللي مصر عاملها في كوم 27 تصبحوا على خير واستنونا الخميس الجاي في كلمة السب